لن ينقطع الانترنت يوم الأحد فلبنان دفع المبلغ المتوجب عليه لإدارة كيبل ايميوي الذي يؤمن جزءا من الخدمة لكن اللافت أن البلبلة التي أحدثها هذا الموضوع كانت أكبر من حجمه أصلا ما كان حينقطع لأنه نحن صارعنا خط بديل مع عبروس أوسع حتى من الايميوي تاني شي بعطولنا الفاتورة الأيميوية ما كانت مبرمجة بتعرفي باللبنان الدولة بتعمل موازنة كل سنة على قد حاجاتها هذه الفاتورة اجت فجأة هي نتيجة تصفية حسابات من وقت من بنى الكابل هذه المرة كان الحل سريعا واختصر بتواصل وزارتي الاتصالات والمال لتحويل المبلغ المطلوب لكن صحناوي متجه نحو التحقيق فيما حصل شو صار معهم براسهم تقالوا انه لأ هالمرة اذا تأخرتم نهار نحن نقطع لكم الباندويتس عن كل لبنان شي بدوا تحقيق بالحياة لأنه اول شي لش نحن بلنا نمضي بايامة عقد مع الكونسورسيوم بيسمح لهم يسحبوا لنا الباندويتس كلها سواء اذا تأخرنا نهار واحد وبيسمح لهم يخسرونا استثمارنا لأنه نحن حطين فوق الـ 50 مليون دولار بهذا الكابل ففي شي شوي غريب عجيب بهالالصال حس انه في كمان لعبة سياسية ورها من جهتها حملت ادارة هيئة اوجيرو في بيان وزير الاتصالات مسئولية ما جرى متهمة اياه بالتقصير والعجز في ادارة هذا الملف ترجمة نانسي قنقر شكرا